بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتطرق في هذا الفيديو للجزء الثاني الخاص بتقنيات التوقع بالاستخدام النموذج للحضار الخطي البسيط إذن في الجزء الأول شفنا كيفاش نقدر المعلمتين المعلمة بيتا زيرو اللي هي المقدار الثابت المعلمة بيتا 1 اللي هي معامل الانحضار دركا قلنا بعد ما كتبنا النموذج المقدر بالشكل Y شابو تساوي بيتا زيرو شابو زايد بيتا 1 شابو X هنايا هذا يعتبر النموذج المقدر دركا راحين نشوفو هل هذا النموذج اللي قدرناه صالح الاستخدام أو هل هو مقبول إحصائيا أو غير مقبول إحصائيا دونك عندي مجموعة من المراحل اللي راحين نديرها باش نشوفو أو ندرس صالحية هذا النموذج دونك بعد تقدير النموذج يجد الباحث نفسه مطالبا بدراسة صلاحيته قصد الحكم عن مدى قبوله أو رفضه من الناحية الإحصائية وتتم دونك هذه الدراسة من خلال جملة من المراحل يمكن ذكرها على النحو التالي أول حاجة نديرها هي قياس القدرة التفسيرية والقدرة الارتباطية للنموذج إذن نحن هنا يارى نحكينا في مرحلة أولى على تقدير المعلامتين بيتا زيرو شابو وبيتا ان شابو ولكن في الأصل قبل هذا أني أنا يكون ديجا حكيت عليها الحكاية هذه اللي هي التأكد من وجود الارتباط بين المتغيرين دونك من الآن فصاعدا إذا طلب مني دراسة صلاحية النموذج نولي الروح ندير هذه المراحل بالترتيب لرني راح نحكي عليه في هذا الفيديو دونك أولا قياس القدرة التفسيرية والقوة الارتباطية للنموذج نقوم بقياس القدرة التفسيرية للنموذج عن طريق معامل التحديد أما القوة الارتباطية فتكون من خلال معامل الارتباط علما أنه معامل الارتباط شفناها قبل شفناه كيفاش يحسبوا معامل الارتباط عينايا راح نشوفوا إذن العلاقة الموجودة بين معامل التحديد ومعامل الارتباط إذن معامل الارتباط اللي هي علاقة بيرسون اللي شفناها في الفيديو السابق R تساوي مجموع XY ناقص مجموع X مجموع Y على N على جذر هذه القيمة إذن R هذه هي معامل الارتباط R مجموع اللي هو معامل التحديد هو مربع معامل الارتباط هذا بالنسبة لي R هو معامل الارتباط والR مجموع اللي هو معامل التحديد معامل الارتباط يحكي على القوة الارتباطية طبيعة أو نوع الارتباط الموجود بين المتغيرتين بين المتغيرة X وبين المتغيرة Y معامل التحديد هو يعطينا القوة التفسيرية معانتها كم هي نسبة التشتت لتحدثها X أو يحدثها المتغير X في المتغير Y بركة راح نشوفوك ناخذ مثال تطبيقي نشوفو كيفاش نفسرو كل من قيمة R وهي معامل الارتباط وهي معامل التحديد علما انه في بعض الكتب ولا في بعض الكتابات معامل الارتباط هذايا نلقوه مكتوب R مجسكول بينما معامل التحديد يكتبوا مباشرة R مجسكول ويكتبوا مربع هما كتابتين مختلفتين سواء معامل الارتباط يكتبوا مجسكول ومعامل التحديد يكتبوا مجسكول سواء في زوز يتكتبوا مجسكول حرف كبير ولكن معامل الارتباط يتكتب R ومعامل التحديد يتتم مباشرة R مربع هذايا اول مرحلة في دراسة صلاحية النموذج عندما يعطيني البيانات يعطيني المعطيات تتمرين ويقول لي ادرس صلاحية النموذج اول حاجة نروح نتأكد منها كما جرت العادة وكما قلت لها وتكمدجا قبلا في الفيديو سابق اول حاجة نروح نتأكد منها هو القوة الارتباطية لهو معامل الارتباط هو القوة التفسيرية لهو معامل التحديد دون ان ننسى انه معامل الارتباط يكون اصغر او يساوي من الواحد واكبر او يساوي من ناقص واحد اكي ثانيا بعدما نتأكد من وجود علاقة ارتباطية قوية او قوية جدا طردية او عكسية ما يهمنيش المهم احنا يقولنا بدءا من 0.7 في الجهة المجبة ناقص 0.7 الى ناقص واحد في الجهة السالبة هنا حنتأكد من وجود علاقة قوية ولا قوية جدا بين المتغيرين بين المتغير المستقل اكس وبين المتغير التابع ايجراء نروح بعد هذا نختبر معنوية المعلامات هو في الاصل حتكون عندي في مرحلة هذي نقدر المعلامات احنا يوش نشوفو انو بعد ما نقدر المعلامات تاعي نروح ونختبر المعنوية تاحاوش ما عنتها نختبر معنوية معلامات النموذج تاعي ما عنتها الهنايا في المرحلة هذي نروح ونشوفو اسكل قيمة بتازيرو شاقو هذيك احنا يشوفنا صغار رياضية ولكن فيما بعد رحين يعطيوني معطيات حيعطيوني ارقام وبالتالي حنلقى قيمة بتازيرو شاقو تسوي قيمة معينة اسكو هذه القيمة للجناها تعتبر قيمة مقبولة احصائيا او لا عنتها اسكو المقدار الثابت هذيك له معنى او له معنوية احصائية ام لا نفس الحكاية بالنسبة المعامل للانحضار بيتا ان شابو لنكونوا قدرناه حنتحصلوا على قيمة معينة بيتا ان شابو تسوي تلك القيمة هل هذه القيمة مقبولة احصائيا او ليست مقبولة احصائيا اذا قبل هذا وش نروح نديرو رح نحسبو واحد المجموعة من القيم اللي رح تساعدني باش ندير الاختبار تاعي اول مرحلة في الاختبار تاعي هو حساب البواقي الشي المقصود بالحساب البواقي حكيت عليها في الفيديو الول خلاص اللي هي القيمة او اي باش نشوف اسكو نموذج تاعي المقدر مليح ولا مهوش مليح كيفاش يتحسبو البواقي هذوما او اقوله نcz لدي القيمة اي كس وعند قيمت ايجراك قونا هي Architects ونز الحقيقي اي هي قيم واقعية إذا القيمة ايكس هيعطيهم لي في جدول حيعطيهم هي القيمت ايجراك هذوما قيم واقعية دonk مواجدين بعد ما ندير عملية التقدير تاعي ونكتب بالنموذج المقدر تاعي كيما شفنا این نقدرRO بيط زيرو شابو نقدر بتا Game Shapan ناوذج المقدر تايعي. دونك النموذج المقدر تايعي سوف يكتبو بهذا الشكل. Y شابو تساوي beta 0 شابو اللي نكون أنا قدرتها قبل. زائد beta 1 شابو نكون كيف كيف قدرتها قبل. القيم تا x ها هما وين هما. دونك شو نروح ندير. نحسب كل قيمة تقابل القيم تا x1 y1 x2 y2 x1 y1 وهكذا. دونك كيفاش نروح ندير. Y1 شابو تساوي. بيتا 0 شابو عندي قدرتها زائد بيتا 1 شابو عندي في X1 اللي هي القيمة هذه ونلقي القيمة Y1 شابو نفس الحكاية بالنسبة Y2 شابو نظر في X2 وهكذا حتى نكمل معهم كل دونك اللي هنا في العمود الثالث حنلقى عندي قيمون جديدة اللي هي قيمة Y1 شابو Y2 شابو Y3 شابو وهكذا وبعد شنروح ندير روح نحسب EE اللي هو المتغير العشوائي أو ما تسمى كذلك بالبواقي EE وش قلنا قلنا هو الفرق الموجود بين القيم الواقعية والقيم المقدرة donc EE تساوي YI اللي هي القيم تل عمود هدايا ناقص YI شابول هي القيم تل عمود هدايا وبالتالي هنا أرمز E1 وش تساوي تساوي Y1 ناقص Y1 شابول E2 تساوي Y2 ناقص Y2 شابول وهكذا ونكمل معهم كل بعد ما نحسب لEE كل قيمة من قيم EE الروح الربحة وبالتالي حتولي لها عندي E1 مربع E2 مربع E3 مربع وهكذا حتنكمل آخر قيمة وهي E1 مربع وندير المجموعة هذا العمود مجموعة مربعات القيم العشوائية أو المتغيرات العشوائية نحسب لها القيمة تحاهدية اوكي ناقص هنا الهدف من هذا الجدول كله هو الحصول على هذه القيمة وهي مجموعة E1 مربع وعلاش نحتاجها القيمة أو فيما نحتاجها القيمة دي راح ننشوفو فيما راح نحتاجها اذا بعد ما حسبت البواقي جي مرحلة اخرى وهو حساب الانحراف المعياري للمعلامات المقدرة ذوك حنحسب الانحراف المعياري تا بيتا زيرو شابو وحنحسب الانحراف المعياري تا بيتا ان شابو كيفاش نتحصل عليها ماذا ما من خلال السياغ التالية الانحراف المعياري لبيتا ان شابو تساوي جذر تا بيتا ان شابو دونك اس هو الانحراف المعياري v هو الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي تا تباين علما انو جذر او الانحراف المعياري تباين تا بيتا ان شابو تساوي تساوي v ا هي الانحراف المعياري تا المتغير عشواء ايتي على مجموع اكس اي ناقص اكس بار كامل مربع هذي يقيمة دي فاسان جنرال تكونك قيمة معطاط او يمكن كذلك اني نحسبها من الجدول كل قيمة من قيم اكس اي نقص منها لكسبار تحم دون خانحكم القيم تاليز اكس اي نحسب لهم لكسبار تحم كل قيمة من قيم اكس اي نقص منها لكسبار نربحهم ونجمحهم ولكن في اغلب الحالات هذه القيمة تكون معطاط وش مازتلي مازتلي القيمة هذية تا لفاريونس تا لأ لزيكار فهي البواقي تباين 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 كفاش نحسبها هاي الصيغة الرياضية تحا V E تساوي مجموع E E مربع لكونا نحسبو فيه لحسبناها ذركة في الجدول تباين تباين نقسمو على N نقص 2 علما انه AN هو عدد المشاهدة تباينها يعطيني جدول فيه بار اخسامل عشر مشاهدات المشاهدات 12 مشاهدة وهكذا. دونك القيم تالي زيكس اي والقيم تالي ايجرك اي. شحال عندي ايكس اي وشحال عندي ايجرك اي. دونك هذا كما يسمى بعدد المشاهدات ثم ننبذلو بان وبالتالي لفاريونز تالي تساوي مجموع اي مربع لان نقص اثنين. بعد ما نحسب هذه القيمة نجدرها نلقى الانحراف المعياري تال بيتا 1 شابو. دركة بالنسبة لفاريونز الانحراف المعياري تال بيتا 0 شابو. اللي هو كيف كيف يساوي الجدر التربيعي تال التباين تال هذه القيمة بيتا 0 شابو. وش تساوي? تساوي تساوي الفاريونز تال اي. دي جانك ونحسبناها. نقسمو على ان. دي هو عدد المشاهدات تاعي. زائد ايكس بار. ربعها. ونضربها في التباين تال بيتا 1 شابو. اذا كان عندي تباين. نضرب موبا بيتا 1 شابو. اذا كان عندي الانحراف المعياري. دونك الهناي نحكمو الانحراف المعياري الربعوة. لانو هذا يا جذر هو هذا يا. وكي نحكم هذا الربعو. عفوا. كي نحكم هذا يا الربعو. دونك هنتحصل على لفاريونز. دونك اللي هي في لفاريونز تال بيتا 1 شابو. هذه المرحلة الثانية. تأتي المرحلة الثالثة. اللي هي اختبار معنوية مع المعامل الانحضار. هذا وين وصلنا للصح. من قبيلة قاعد نديرو في قيم تمهيدية باش نديرو الاختبار المعنوية تاعي. كيفاش نختبر المعنوية تاعي. دونك مدام عندي قيمتين راح نختبرهم في اثنين. با هنجي ندير دركا ندرس معنوية معامل الانحضار بيتا 1 شابو. وش روح نديرو. اولا روح نديرو وحطو فرضيتين. دونك يجرى هذا الاختبار للتأكد مما اذا كان المتغير المستقل تاعي اكس. له اثر معنوي. وذو دلالة احصائية على المتغير التابع اجراء. مع انت اسك فريمون تصح المعامل الانحضار هذا يا. يسمح لي اسك انت اكد اسك المتغير المستقل يؤثر حقيقة على المتغير التابع. وان كان يؤثر حقيقة فباي قيمة. القيمة احنا يقولنا باللي بيتا ان شابو. لهو معامل الانحضار. يمثل بالنسبة لي ينايا. التغير في ايجراك. بيتا ان شابو. يمثل اللي التغير في ايجراك. كلما تغير اكس بوحدة واحدة. دونك هذي القيمة بيتا ان شابو. دروك الاختبار المعنوية تاعي. رح ننشوف اسك المتغير المستقل تاعي هذا يا. اسك يؤثر حقيقة من الجانب الاحصائي على المتغير التابع. عندي مجموعة من الخطوات. الخطوات هي. اولا نروح وقلنا نحط الفرضيتين. نحط زوز فرضيات. الفرضية العدم والفرضية البديلة. الفرضية العدم شكلها لن يتغير. اللي هي اش زيرو. هي بيتا ان شابو تساوي سفر. اذا حطيت الفرضية العدم بيتا ان شابو تساوي سفر. فهذا يعني انه معامل الانحضار يساوي سفر. وبالتالي المتغير المستقل اكس. لا يؤثر على المتغير التابع ايجراك. الفرضية البديلة. اللي هي اش اون. هنخط باللي بيتا ان شابو. لا تساوي سفر. مدام بيتا ان شابو لا تساوي سفر. فهذا يعني انه المتغير المستقل اكس. يؤثر على المتغير التابع ايجراك. شكون فيهم اللي رايحين نقبلها. نحن يمكن حطوا الفرض العدم. او الفرضية المعدومة. والفرضية البديلة. واحدة فيهم رايحين نقبلها. واحدة فيهم رايحين نرفضها. شكوني فيهم نقبلها. شكوني فيهم نرفضها. اذا بعد ما حطيت الفرضيتين تي. في هذه الخطوة. روحوا ذركا نحسبو ما يعرفو باحصائية ستودانت. او قيمة ستودانت المحسوبة. كيفاش نحسبوها قيمة ستودانت المحسوبة. وهذا هو الاختبال اللي راح ندرسو من خلاله. معنوية بيتا ان شابو ولا بيتا زيرو شابو. بيتا ان شابو. كين جي نحسبلها القيمة تحها تا ستودانت. وش ننقاو? نلقاوها باللي. تي. اللي ترمز لي بالاختبار تا ستودانت. او قيمة ستودانت. سي. جاي من كلمة. كالكولي. معنى هالمحسوبة. اذا قيمة ستودانت المحسوبة تا بيتا ان شابو. وش تساوي؟ تساوي القيمة تا بيتا ان شابو. هي القيمة المقدرة. اللي حسبناها في اللوة الخلاص. مقسمها على الانحراف المعياري تا بيتا ان شابو. اللي حسبناها قبل قليل. فالسودانت المحسوبة هي القيمة المقدرة على الانحراف المعياري لهذه القيمة بعد ما نحسب القيمة المحسوبة تأتي خطوة أخرى وهي مقارنة قيمة سودانت المحسوبة هذه بالقيمة الجدولية أو تسمى كذلك بالقيمة المجدولة كيفاش ندرها هذه؟ هو كيجي يعطيني ديوفاسان جنرال للمعطيات في تمرين يقول لي أدرس صلاحية النموذج أو أدرس صلاحية المعلامات عند مستوى المعنوية واحد بالمئة خمسة بالمئة عشر بالمئة وهكذا وبالتالي المستوى تاع المعنوية تاعي هذا الذي يحدده الباحث أو بالنسبة لك منتما كطلبة يحدده الأستاذ هو ألفا يعطيه لك القيمة ألفا هذا أنا مش نروح ندير بفرض أن مستوى المعنوية الذي حدده الباحث أو الأستاذ هو ألفا وأن درجة الحرية هي آن نقص ثنين دايما درجة الحرية في النموذج البسيط نأخذه دايما آن نقص ثنين مع أنت عدد المشاهدات تاعي نقص منه زوز قيم وشكون هما زوز قيم؟ زوز قيم هي القيمة بيتا آن شابو وبيتا زيرو شابو على ذيك نكتبه حنايا آن نقص ثنين هذوما في زوز القيم هذوما وعليش نستخدمهم؟ نستخدمهم جستهم باش نحدد القيمة الجدولية القيمة تاعي تاعي المجدولة فيمكن من جدول ستودانت استخراج القيمة الحارجة أو تسمى كذلك بالقيمة الجدولية كما قلنا التي تفصل بين منطقتي الرفض والقبول ويرمز لها بالرمز T T T كما شفنا هنا T هنا student هنا كيف كيف student هنا شفنا C اللي هي كالكولي هنا دركة T هي طابولي دوق حتولي عندي قيمة student المجدولة T طابولي student طابولي كنجي ونحسبو القيمة تاعي تا student أي جدول يعني نحكي هنا على جدول student وكنت أنا حطيته في المنصة الجدول تاع القيم الحارجة تاع student أي جدول يكون له مدخلين يكون له مدخل من الجهة العمودية من جهة الأعمدة ومن جهة الأفقية اللي هي من جهة الأسطر إذن لازم يكونوا عندي قيمتين قيمة ندخلولها من الجانب العمودي جانب الأعمدة ومن الجانب الأفقي لهو من جانب الأسطر طائري هنا كنا ملاحظة نخدوها بعين الاعتبار وهذه الملاحظة هذه خاصة بالستودانت إذا أعطاني ألفا اللي هو مستوى المعنوية بالنسبة للستودانت فالجد واللي حطيناه إحنا واللي أعطيته لكم في المنصة أولى اللي بعثتوا الزملائكم عبر البريد الإلكتروني ألفا اللي يعطيه هذي دايما نقسمها على ثنين دونك إذا أعطاني عشرة بالمية أنا حنأخذ خمسة بالمية إذا أعطاني خمسة بالمية حنأخذ ثنين فاصل خمسة بالمية وهكذا رح نشوفه فيما بعد كيف كيف كيفاش نقرأ نقرأ الجداول هذو ما وكيفاش نخرجه القيم الجدولية تعي أو القيم الحارجية تعي إذن السودانت المجدولة تعي حنننشوفها من جانب الأعمدة بقيمة ألفا على ثنين ومن جانب الأسطر بآن نقص ثنين ونديرو تقاطع ذلك السطر مع ذلك العمود ونلقاو القيمة الحارجية تعينا أو القيمة الجدولية تعي وعلينا نخرجها القيمة هذية جسو ما درك باش نقارن القيمة تع السودانت المجدولة المحسوبة هذية بالقيمة المجدولة هذية وعليش الهدف من هذا وعليش نديرو عملية المقارنة هذية جسو ما باش نخذو القرار شكون من الفراضيتين شفناها مقبيلة أش زيرو أش آن شكوني نقبلوها شكوني نرضى إذن اتخاذ القراراتي سيكون من خلال المقارنة القيمة المحسوبة تستودانت بالقيمة المجدولة الموافقة لها إذن يتخذ القرار هنا بخصوص الفرض العدم والبديل بناء على موقع إحصائية الاختبار تي كالكوليل وهي ستودانت المحسوبة من مناطق الرفض والقبول كما يليه إذن إذا حسبنا سودانت المحسوبة علما إنه السودانت المحسوبة كي نحسبها دايما نخذها بالقيمة المطلقة هذا يشرط أساسي ما ننساوش عليه نأخذ القيمة السودانت المحسوبة بالقيمة المطلقة وعلاش لأنه في بعض الحالات تكون بطعان شابو قيمة سالبة أو كيف كيف يتظهر شابو قدرة تكون قيمة سالبة إذن كنت تكون قيمة سالبة ونخذوش حناية القيمة المطلقة فدائما سيكون قيمة ستودانت المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة وبالتالي من جمشنا ينقارن قيمة سالبة بقيمة موجبة لذلك ينقارنهم لازم نقارن القيمة المطلقة عندها القيمة الموجبة بالقيمة الموجبة إذا كانت القيمة المطلقة تسودانت المحسوبة أكبر تماما من القيمة المجدولة للقناها في الجدول الالتاعي في هذه الحالة وشترح نقول نرفض الفرض العدم نرفض أش سفر ويكون عندها المتغير المستقل له أثر معنوي على المتغير التابع بمعنى آخر أن معامل الانحدار له معنوية أو بمعنى آخر أن معامل الانحدار بيتا أنشا بو هذه القيمة هي قيمة مقبولة إحسائية أما إذا كانت القيمة المطلقة سيدنت المحسوبة أصغر أو يساوي من سيدنت المجدولة في هذه الحالة رح نقبل الفرض العدم لهو بيتا أنشا بو تساوي سفر ويكون عندها المتغير المستقل ليس له أثر معنوي على المتغير التابع بمعنى آخر أن معامل الانحدار بيتا أنشا بو ليس له معنوية أو هو وكا قيمة غير مقبولة إحسائية أوكي هذا إذن كيفاش رحين نشوفو المعنوية تع بيتا أنشا بو من خلال فرضيتين H0 و H1 وشوفنا كيفاش بنيننا نموذج بنيننا للاختبار ستودان تعنا وخرجت القيمة المجدولة بعد نروح نقارن القيمة المحسوبة بالقيمة المجدولة وهذين هما القاعدتين الأساسيتين باش نرفضه H0 ولا نقبله H0 لذلك قبول قبول H0 هو رفض ل H1 رفض H0 هو قبول ل H1 الشيء اللي درناه بارابور للبيتا A نعودوه بارابور للبيتا 0 اللي هو المقدار الثابت لأنه هنا عندي معلمتين الشيء اللي كنت ندير فيه اني سأختبر المعنوية تع معامل الانحضار درك نروحو للخطوة أخرى اللي هي اختبار معنوية المقدار الثابت بيتا 0 هندير نفس المراحل تعياناية يجرى هذا الاختبار يتأكد مما إذا كان المقدار الثابت مقبول إحصائيا أم لا وعندي نفس الحكاية يتم اختبار هذا المقدار بنفس طريقة اختبار معامل الانحضار مع انتها حنحط زوز فرضيات تاعي H0 بيتا 0 شابوتو ساوي سفر وما ننسوها شريال كنحطوه صلاحية النموذج واختبار المعنويات الفرضيات هذو ما راهم أساسيين ديركتو من في الدراسة تاعي الراطيهم وكأن الاختبار تاعي ما درتوش اوكي لاني نكون ننسى في اختبار على سبيل المثال ما نكتبش الفرضية العدم والفرضية البديلة تاعي ونروح ندير إحصائية السودانت المحسوبة ونقارن السودانت المحسوبة بالسودانت الموجدولة وش هي الهدف أصلا من حساب السودانت المحسوبة وذو نخرجه وتحديد السودانت الموجدولة هو جي السماء باش نشوفو شكون ما الفرضياتين تاعي هذو ما شكون يفيهم مقبولة شكون يفيهم مرفوضة اذا كان انا اصلا هاتين الفرضيتين مكتبتهمش معانتها بالنسبة لي كنت ايكي تجي حا تقولي فينال ما ننسى كطالب ننسى اني نكتب ال H0 و ال H1 ومبعد نروح نحسب السودانت المحسوبة نلقاهها صحيحة نجبد السودانت المجدولة نخرجها صحيحة ومبعد نقول بلي على سبيل المثال السودانت المحسوبة اكبر من السودانت المجدولة وبالتالي رايح نرفض H0 واني اصلا H0 اك مكتبتهش اوكي دونك هذي معلومة مهمة ما لازمش نتهاون عليها وما لازمش ننساوها كي نجي ندير اختبار اي اختبار نكتبوله الفرضيتين تاعه الفرض العدم والفرض البديل او الفرضية المعدومة والفرضية البديلة تاعنا احنا كيف كيف دونك بعد ما كتبت ال H0 و ال H1 تابيطة 0 نجي ونحسبه السودانت هنديرو نفس الحكاية رايح نحسب السودانت المحسوبة تابيطة 0 شابو اللي هي القيمة المقدرة على الانحراف في المعيارة هذه القيمة هذه قدرناها وهذه حسبناها في مرحلة متقدمة من هذا الفيديو بعد هذا الروح نخرج السودانت المجدولة وهي نفس القيمة اللي خرجتها قبيلة والروح ندير المقارنة وما ننساش نزين اكد ما ننساش على القيمة المطلقة تاع القيمة المحسوبة وبالتالي السودانت المحسوبة بالقيمة المطلقة اذا كانت اكبر من السودانت المجدولة رفض الفرض العدم معانتها قبول H1 ومنه يكون للمقدار الثابت معنوية معانتها بيطة 0 يكون كقيمة مقبولة احصائيا اما اذا كانت القيمة المحسوبة تابتة 0 شابو القيمة المطلقة تح اصغر او يساوي من القيمة المجدولة في هذه الحالة رح نقبل الفرض العدم معانتها نقبل H0 ونرفض H1 ومنه لا يكون للمقدار الثابت معنوية بمعنى اخر ان القيمة تابتة 0 شابو هذه اللي حسبناها قبلا تكون قيمة غير مقبولة احصائيا بعد هذا تأتي مرحلة اخيرة اراني نحكي غير على عملية التقدير ودراس صلاحية النموذج اوكي الى حد الان اراني ما زلت ملحكتش للمرحلة عملية التوقع اراني نتأكد سحب اللي النموذج اللي قدرته راهم ليح اوكي تأتي مرحلة ثالثة اختبار معنوية النموذج المقدر معنى اختبار معنوية النموذج ككل في هذه الحالة عندي ززق قواعد راح نشوفوهم ززق قواعد هذوما القاعدة الاولى ان في اختبار معنوية النموذج راح نستخدموا ما يعرفوا باختبار فيشر يجرى هذا اختبار لتأكد مما اذا كان النموذج المقدر ككل يعني انا ايوش كنت ندير قبيلا كنت نختبر في المعنوية تاع بيتا ان شابو واحدها و بيتا زيرو شابو واحدة ضرورك راح ناخذ النموذج ككل بعد ما نتاكد من معنوية بيتا زيرو شابو و نتاكد من معنوية بيتا ان شابو نروح نحكم النموذج ككل و ندرس للمعنوية تاعو اوكي التأكد مما اذا كان النموذج المقدر ككل ذو دلالة احصائية ام لا معنى وهناك كيف نروح نديرو عندي مجموعة من الخطوات الخطوات تاع هي سياغة الفروض رايح تجور مدام لي نحكى لاختبار دونك هيكونو عندي دايما الفرضيات تاعي هما اش زيرو الفرضية العدم هي بيتا زيرو شابو تساوي بيتا ان شابو تساوي سفر دونك في زوز حنحطهم سافترض انهم يساوي سفر معنى هفكي نحط النموذج تاعي بشكل هدايا هذا يعني باللي النموذج غير مقبول احصائيا الفرضية البديلة انها بيتا زيرو شابو لا تساوي بيتا زيرو شابو و في زوز لا يساويه سفر في هذه الحالة اذا قبلت اش ان فالنموذج تاعي هو نموذج صالح الاستخدام او هو عبارة عن نموذج مقبول احصائيا اوكي دونك اش زيرو هذه الكتابة ما ننسوهاش يعني باللي النموذج غير مقبول احصائيا وهذه الكتابة يعني انه النموذج تاعي مقبول احصائيا شكون فيهم لي رايح ناخدها شكون فيهم رايحين نقبلها مدام عندي زوز فرضيات دونك اوتوماتيك مو كيما درنا بالنسبة للستودانت المحسوبة راح نديرو دركة لاختبار تا فيشر راح نحسبو احصائية فيشر او تسمى كذلك بقيمة فيشر المحسوبة كيفاش نحسب نرمزولها قيمة فيشر هذه نرمزولها بالحرف اف اللي جاي من كلمة فيشر وكيف كيف حنزيدولها السي معنتها القيمة المحسوبة القيمة فيشر هذه وش تساوي تساوي معامل التحديد ار على واحد نقص ار على ان نقص اثنين او يمكن وكذلك ان نكتبوها افسي تساوي مباشرة معامل التحديد ار على واحد نقص ار في ان نقص اثنين هو في الاصل ار تاعي هدايا يكون مقصوم على واحد اوكي ولكن انا ما نكتبوش مباشرة نضخصنا مباشرة الصغر الرياضية تا فيشر المحسوبة افسي تساوي ار على واحد نقص ار في ان نقص اثنين نفس الحكاية بالنسبة بعد ما ادرنا الفيشر المحسوبة اروح نقارنها بفيشر الموجدولة فيشر الموجدولة كيف كيف نونك هنا تتم مقارنة القيمة المحسوبة بالاحصائية الجدولية لدرجتي الحرية واحد وان نقص اثنين عند مستوى المعنوية الفا اذا هنا في فيشر في فيشر الموجدولة سيكونوا عندي ثلاث قيم سيعطيني مستوى المعنوية اللي هو الفا القيمة يعطيها لي الاستاذ درجة الحرية اللي هي الواحد دايما بالنسبة للنموذج البسيط دايما في الاعمدة تاعي ناخذ القيمة واحد وفي الاستر تاعي راح ينخذو اين نقص اثنين هو عدد المشاهدات تاعي نقص منه زوز قيم اللي هي قيمة قولنا بيطا ا او بيطا زيرو ونروح نقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الموجدولة علما انه الصيغة تاعي راح نشوفها ها هي اف تي اللي هي فيشر طابولي حن نحسبوها ونخرجوها من الجدول من قيمة واحد وان نقص اثنين ونقارن كما درنا بس احلى هنا كينا ملاحظة في فيشر ما نخذوش القيمة المطلقة قيمة المطلقة اخذناها قبلا غير في سودانت هذي الملاحظة الاولى وفي فيشر كي يعطيني الالفا ما نروحش نقسمها على اثنين سودانت حكمنا الفا مستوى المعنوية قسمناها على اثنين فار كونترا هنا في فيشر ألفا يعطيها لي 5% ونخذها 5% يعطيها لي 10% ونخذها 10% اعطيها لي 1% ونخذها 1% الروح اذا مباشرة نقارن القيمة تاعي تافيشر المحسوبة بالفيشر الموجدولة إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر تماما من القيمة المجدولة هنا نقوله باللي H0 مرفوضة كي نقول H0 مرفوضة هذا يعني باللي النموذج تيعي مقبول إحصائيا أما إذا كانت فيشر المحسوبة القيمة تيعو أصغر أو يساوي من فيشر المجدولة في هذه الحالة قلنا راح نقبله H0 وكي نقبله H0 معناتها بيتا 0 تساوي 0 وبيتا 1 تساوي 0 وهذا يعني باللي نموذج تيعي غير صالح الاستخدام أو غير مقبول إحصائيا هذا بالنسبة لاختبار النموذج ككل إذا طلب مني إني نروح ندير الاختبار تاع فيشر في النموذج البسيط باش نشوف النموذج تيعي صالح الاستخدام ولا ما هوش صالح الاستخدام كاينة واحدة القاعدة الثانية اللي حكيت لكم عني هني يقول لكم عندي قاعدتين القاعدة الأولى استخدمنا فيها فيشر والقاعدة الثانية وهي حالة استثنائية لا تطبق إلا في حالة النموذج البسيط فقط وشي الحالة الاستثنائية هذه في بعض الحالات للعلمات الإحصاء قال اعطاوا واحدة للمجموعة من القاعد هما في الأصل ثلاث قاعد يمكنوا من خلال هذه القاعد دون المرور على اختبار فيشر فيشر عفل الحكم على صالحية أو عدم صالحية النموذج كيفاش الشروط هذه ها هي ظهرة في هذه الملاحظة وكتبت انا يا ملاحظة هامة جدا حطيت بين قوسين خاصة بحالة الانحضار البسيط فقط هذه كحالة استثنائية الشي اللي راح نقوله أو خاص بالانحضار البسيط فقط عند تحقق الشروط الثلاثة التالية معا لازم يتحقوا الشروط الثلاثة تاعي في ثلاثة مع بعضهم نقول أن نموذج الانحضار مقبول إحصائيين أو صالح الاستخدام دونك يتحقوا لي الشروط الثلاثة هذوما لا داعي أني ندير الاختبار تفيشر إلا إذا طلب مني نهار الامتحان أني أؤكد إلا إذا طلب مني نهار الامتحان إني نروح ندير الاختبار تفيشر ربما أنا يا نهار الامتحان ما نطلبش منك الاختبار تفيشر إذا لقيت أنت يا شروط الثلاث هذوما متوفرين مع بعضهم نجم تقول بالي النموذج دعاك راهو مقدر ولا مقبول إحصائيا أما إذا طلب مني دراسة صلاحية النموذج ككل وراني نحكي عن نموذج للنحضار البسيط دراسة صلاحية النموذج ككل من خلال اختبار تافيشر في هذه الحالة نروح ندير اختبار تافيشر وما نروحش نطبق القانون هذي نعود نرجع للقانون هذي أو القاعدة هذية عند تحقق شروط ثلاثة تالية معا وشي هما شروط ثلاثة وجود ارتباط قوي بين المتغير المستقل والمتغير التابع معا معا انتها ارتعي معامل الارتباط يعي نلقاه اذا كان ارتباط طردي نلقاه من 0.7 حتى الواحد اذا كان ارتباط عكسي من ناقص 0.7 حتى الناقص واحد هذا شرط الاول شرط الثاني وجود معنوية لمعامل الانحدار معانتها كي جين دير واحد تواجد معامل الانعدار نلبط شبه وننجد دلو السودان حنلقى القيمة تاعد الشبه ha snlical من القيمة سودان تاعد معنوية لمقدار ثابت معانتها حتى المقدار الثابت بط اذا shaking القيمة المحسوبة تيعوا أكبر من القيمة المجدولة إذا تحقوا لها شروط ثلاثة معا في هذه الحالة يمكن الحكم على النموذج الذي تم تقديره بأنه نموذج صالح للاستخدام هذا إذن كان الجزء الثاني من الانحضار البسيط دائما أحبذ أني نتوقف الهناية باش ما يطولش العمر تاع الفيديو بزاف ويدخل الطالب في حالة الملل سأكتفي بهذا القدر دونك حاتل هنا رأنا قدرنا النموذج تيعي حكمت بيطة شابو درتلها المعنوية حكمت البيطة زيرو شابو درتلها المعنوية ومبعد حكمت النموذج ككل درتلو المعنوية تيعو باش نحكمو على هذا النموذج أسكو صالح للاستخدام أو غير صالح للاستخدام في نهاية المطاف إذا الحكت بالنموذج تيعي صالح للاستخدام رايحين نشوفه في الجزء الثالث من هذا الفيديو عملية التوقع إذا كان النموذج تيعي غير صالح للاستخدام في هذه الحالة نتوقفه وصيب البابان نروحه نفوته للمرحلة التوقع لأنه أصلا هنخرجه بالاستنتاج أنه النموذج تيعي غير صالح للاستخدام أو غير مقبول إحصائيا ومدام النموذج تيعي غير مقبول إحصائيا فمن المنطق أني مروحش نستخدمه في عملية التوقع أوكي دونك في الجزء اللي تبقىنا بحول الله تعالى رايح نشوفه كيف يمكن القيام بعملية التوقع وعملية التوقع جنفة سان جنرال عندي بالنسبة لقيمتين إما نأخذ القيمة المتغير التابعة هو في حال ذاته أو نأخذ متوسط هذه القيمة متوسط القيمة المتغير التابعة راح نشوفها فيما بعد وبعد هذا حيطلبوا مني كندير عملية توقع أني نحدد مجال الثقة راح نشوفوا ما المقصود بمجال الثقة كيف يحددوا المجال الثقة تعيي وراح نشوفوا كيفاش إذن نأخذوا مثال تطبيقي سريع ومعن نفوتوه لحلول التبرينات سلسلة الأولى لخاصة بهذا الفصل باش نزيد نوضحوا الأمور بحول الله تعالى ونبسطوها لأكبر قدر ممكن باش تتضح الرؤية بالنسبة لطالبة كما جرت العادة ما ننساوش أن أي حاجة ما فمنهاش إما نخلي تعليق تحت الفيديو أو نتواصل مباشرة مع الأستاذ عبر البريد الإلكتروني هكا باش نتكفل بانشغالات وتساؤلات كل الطلبة أي حاجة تكون مبهمة نبسطها بشكل أو بآخر سواء عن طريق إعادة شرحها في فيديو آخر أو نشرح من خلال البريد الإلكتروني وهكذا بحول الله سأبسط الأمور وتكون في متناول الجميع المطلوب من الطلبة أنه يتبع المراحل يتبع الفيديو ويتبع الوثائق المحطوطة سواء على المنصة الإلكترونية سواء اللي قمت بإرسالها للطلبة ليبعثوا للزيمان تحم وهكا بحول الله تعالى ما يكون حتى مشكل أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى في الجزء الثالث والأخير من الانحضار البسيط الخطي البسيط اشتركوا في القناة